هذه الحقائق هذه قوة الحقائق وحده يقول لي ماذا تريد أن تقول؟ بالله عليك عجل أتعبتنا أرهقتنا ماذا تريد أن تقول؟ يمكن أن يُعرض الدين على أنه حقيقة؟ نعم وهذا ما فشلت ما فشلت الأديان للأسف على المتدينون والمؤسسات الدينية في عرضه وفي ترجمته فشلاً ممأسساً ومراداً مقصوداً ويتذرّعون بوسائل كثيرة أيها الإخوة لإنجاح هذا الفشل إنه النجاح الفاشل إنه الفشل الناجح الإنجاح الفاشل أو الفشل الناجح ما معنى أن يحكي لنا القرآن العظيم عن نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري وأمرت أن أكون من المسلمين نحن يقول من المسلمين أنا مصلم لماذا هو من أتبع محمد؟ هو من قال لك أن محمد هو الذي أتى بالإسلام محمد نبي مسلم لكنه آخر عن أنبياء المسلمين نبي مسلم ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين وأنا أول المسلمين هو سمّاكم المسلمين من قبله وفي هذا أي في القرآن من قبل القرآن قبل محمد من قبل هذا الدين العظيم هذه الأمم الوحيانية أتباع الأنبياء السماويين أيها الإخوة أمم مسلمة أمم مسلمة أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون ماذا قال الحواريون وقبل الحواريين أنبياء إسرائيل عموماً أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحباط الآية من سورة المائدة إذن النبيون ماذا؟ وصفهم الله بأنهم مسلمون يقول النبيون المسلمون أنبياء بني إسرائيل أنبياء يعقوب بني إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا عمّاً للذين هادوا يحكمون للذين هادوا لكن هم نبيون مسلمون ماذا قال الحواريون واشهد بأن مسلمون ما هذا هو ما معنى هذا لكن هناك ما هو أبعد من هذا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُرْآن دَرَّجَنَا وَرَقَّانَا لِكَيْ يَقُولْ لَنَا عليكم أن تتعاطوا مع هذا الدين وأن تتعاملوا معه وأن تقاربوا على أنه ماذا؟ حقيقة حقيقة يقول واحد حقيقة كالحقائق الكونية؟ كحقيقة الطلور وشروق وغروب الشمس؟ نعم على هذا النحو تماماً قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين له الخلق من الذي يطلع الشمس أيها الإخوة؟ من مشرقها؟ ويؤوب فيها في مآبها مغربها من؟ هو الله ألا له الخلق؟ من الذي خلقنا وأبدعنا وسوانا وصورنا؟ من الذي سمك السماء ورفعها وأعلاها؟ وشد بناءها؟ الله تبارك وتعالى ألا له الخلق؟ والأمر من الذي تمت كلماته صدقاً وعدلا؟ هو صاحب الأمر لا إله إلا هو قال يدبر الأمر يفصل الآيات لا إله إلا الله من الذي يدبر الأمر؟ الكوني؟ الطبيعي؟ الله من الذي يفصل الآيات التشريعية؟ الله انظروا تكامل بين الأمرين بين عالم الخلق وعالم ماذا؟ الأمر بين الكون والشرع بين الكون والشرع هذا يلفت إلى أن إلى أن هذه حقيقة من جنس هذه كيف من جنس هذه؟ هذه كونية وهذه شريعية الذي يوحد بينهما كونهما حقيقتين ربانيتين ربانية القانون وربانية الدين بالإصطلاح القرآني الشرع مش الشرع حلال وحرام فقط لا 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 الدين وهم شيء في الشرع أي في الدين التوحيد الشرع تختلف بالمعنى الإصطلاحي لدينا شرائع حلال وحرام تختلف تختلف من نبي إلى نبي من رسول إلى رسول ما كان حراماً هناك سرع حلالاً هنا والعكس صحيح في شريعة إسرائيل كان يجوز الجمع بين الأختين في شريعتنا لا يجوز في شريعتهم قص الله عينا في سلوة أنعام أطرافاً أو طرفاً مما حرم عليهم تناوله من المآكل ونحن نعلم جميع من عند آخرنا أنه حلال لنا لكنه كان حراماً عليهم تختلف ومع ذلك الصراط واحد والدين واحد إهدنا الصراط المستقيم ليس صراط محمد وحده صراط محمد هو صراط عيسى وموسى وإبراهيم وأنبياء إسرائيل من ذرية إبراهيم والأنبياء من قبل آدم وشيث ونوح وإدريس كل هؤلاء صراط واحد بدليل إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رأس المنعم عليهم من هم؟ النبيون وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ يَوَ الرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين بيّنهم بقوله من النبيين رأس المنعم عليهم النبيون إذن أنت تسير في صراط النبيين ليس في صراط محمد وحده محمد يسير في صراط إخوانه النبيين قال تعالى قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُولِ في سورة الأحقاف وَمَا أَدْرِي مَا يُفَعْلُ بِيْ وَلَا بِكُمْ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا أنا رسول مثل هؤلاء صراطي صراطهم سبيلي سبيلهم يا رب يا للعجب كيف السبيل هو السبيل والصراط هو الصراط؟ على أن الأحكام الفرعية اختلفت هذه لا تؤثر كثيراً ليس المهم هو الأحكام الفرعية على أهميتها المهم وله الأولوية المطلقة ما هو؟ الاعتقاد التوحيد يا إخواني أَنِعْبُدُوا أَلَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شيئًا مَا لَكُنْ مَنْ إِلَهَا غَيْرُوا لا إله إلا الله ولذلك كثّف القرآن العظيم هذه المسألة كلّها كثّفها بقوله إن الذين آمنوا phenomenal وَالَّذِينَ هَادُوا الذين آمنوا نحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وأله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليماً كثيراً إن الذين آمنوا وَالَّذِينَ هَادُوا والنصارى عفوا إن الذين آمنوا والذين هذا والنصارى والصابقين من آمن بالله واليوم الآخر عجيب فقط هذه من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تكثيف الآن كثف 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 قال لك إيمان بالله وعمل الصالح هل ستقول لك إيمان بالله واليوم الآخر صحيح لا يمكن الإيمان بالله من غير الإيمان باليوم الآخر تعرفون لماذا؟ صورة الله تبارك وتعالى الصورة العقدية الصورة العقدية طبقى ناقصة وشائهة أيها الإخوة وقلقة غير مستقرة بالمرة بغير الإيمان بغير أن تشفع بالإيمان باليوم الآخر خاصة فيما يتعلق بالعدل والحكمة إذا أمنت بالله دون أن تؤمن بالحياة الأخرى بالنشأة الآخرة حتما ولا تستطيع أن تنفك من هذه الورطة ولا أن تستقيل منها حتما سيبدو الله في النهاية غير حكيم وغير عادل طبعا تعرفوا لماذا؟ لأن الرواية لم تكتمل القصة لم تنتهي عاش الظالم عاش الجبار باطشا عنيدا سفاحا سفاكا للدماء ومات المظلوم مظلوما ولم ينتصف لهذا من هذا انتهى كل شيء لو كان الله موجودا كيف سمح بهذا العبث؟ هذا العبث صحيح لذلك لا بد أن يشفع الإيمان بالله بماذا؟ باليوم الآخر هناك أيها الإخوة تستوي الأمور على سوقها يعود كل شيء إلى نصابه الصحيح إنه الجزاء الأخروي إنه الجزاء الأخروي لذلك يسمى يوم الدين إنه يوم الدين يوم الدينونة كل يدام بما عمل كل يدام بما عمل فلا يمكن أن تكتمل صورة الله عز وجل العقدية بغير أن تشفع بماذا؟ بالإيمان باليوم الآخر ومن هنا ضرورة ضرورة دائما الحديث عن الإيمان بالله واليوم الآخر في أكثر التكثيفات والتركيزات تكثيفا وتركيزا أقصى تكثيف ممكن للدين هو هذا القرآن فعله